بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم جابت لكم بوريك بوريك عاد آلم واسع بوريك بالجبنة، بوريك باللحمة، بوريك بالصينية، بوريك مبروم، بوريك ملفوف بوريك جميع أنواع البوريك ما شاء الله اللي هي عجينا رقيقة في ناس يرقونها في البيت لحالهم والحين ما شاء الله الأسواق موجودة يعملونها من عجينة اسمها يوفكا إذا ما في يوفكا، هذه عجينة القلاش اللي نعمل فيها البقلاوة بديل ممتاز جدا اليوم أنا عملتها نباتية بس ما في ألذ منها بالمرة بالمرة لذيذة بصراحة كل اللي يأكلها يقول أعطينا الطريقة على طول بالعدس اللي بني ومع الخضار وشوية فيها تاتش سبايسي مرة لذيذة بصراحة وأملها سهل يعني تعرفون البوريك العجينة الجاهزة القلاش اللي في السوبر ماركت لما نجيب العجينة نخليها في الفريزر نخليها تحت الثلاجة لو يومين ثلاثة ما يأثر الحين شوفوا المقادير أنا جبت نوعين نوع طويل ونوع قصير بعدين ملح فلفل أسود كمون فلفل أحمر مجروش فلفل أخضر وأحمر حار عدس بني أنقعو ساعة كاملة بعدين أسلقو بقدونس وشابت وبصل أخضر إذا ما في شابت كزبرة خضراء فلفل أحمراء بصل مفروم حليب وزيت وبيضة عشان ندهن الورق أول شي نحط قدر على النار في موية نحط العدس بعدما صفينا من موية السلق نخليه لما يستوي لما يستوي نصفي بس ما يذوب يكون لين لكن في شوية قرشة صغيرة لازم يعني ونخلي ذايد نصفي ونخليه على جنب يبرد عشان بعدين نشتغل فيه ما نشتغل فيه هو وحار لما يكون منقوع ساعة ساعتين بسرعة يسوي وما يتكسر عشان كده ننقعو أحسن ما نسقو على طول في وعاء في قدر يعني على النار نسخن شوية الزيت نقلب البصل لميذبن ويبتدي يتلون ياخذ لون البصل كميته كبيرة عشان هو اللي هيعطينا الطعم مع العدس بعدين نحط الفلفل الحمرة المقطعة نحط الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر الحارين لصغار شوية ما نكثر طبعا هذا حسب الذوق اللي يحب يكثر بس يعني خلوه معتدل القرية يأكل وينبسط فيه نقلب شوية تذبر الفلفلة بعدين نحط البهارات كمون فلفل أسود وفلفل أحمر مجروش وملح طبعا نقلبهم شوية تختلط المواد مع بعض يعني بصراحة هذا الطبق مرة لذيذ ممكن نعمله صينية كبيرة واحدة ونقطعه لكن كده أحسن الحين نحط البصل الأخضر من الجهتين نقطع من الجهة البيضة ومن الجهة الخضرة ما نخلي مرة يذبل بس يعني نقلبه ويتشرب شوية نحط العدس الحين نقلبهم تمام عشان العدس يمص ريحة الخضار والبهارات أكيد هنا لو خسنا أنه الملح قليل نزيلي شوية مل لو خسنا أنه يحتاج شوية فلفل همضوقه طبعا نقلبه بس أول شيء تزجون تمام تمام شايفين لازم يسخن وتتوزع كل الخضار وكل الابهارات عليه بالتساوي الحين نحط الخضار الشبات المفروم والبقدونس المفروم ومثل ما قلت لكم إذا ما في شبات ممكن كزبرة حضرة تطلع مرة طيبة معاه نقلبهم هذه آخر خطوة الآن نخليه على جنب يبرد عشان ما نشغل فيه وهو وحار العجينة تتقطع بعدين ما ينفع في وعاء نخفق البيضة بالشوكة كده خفيف نحط الزيت زيت الزيتون يهزى الزيتون يهزب لسائحة هذا راجع لكم كله الاثنين حلوين نحط الحليب نقلب نخليهم على جنب الحين العجينة اللي عندي القلاش تكون في الثلاجة قاعدة يوم يومين وبعدين نطلعها تقعد بحرارة الغرفة ساعة ساعتين بس بالكيس حقها ما نشيل للكيس الحين نقطع الجوانب سكين أو مقاس نشيل للعجينة نكون محاضرين جنبنا سفرة نايلة عشان نغطيها على طول لما نفتح القلاش يشم الهواء بسرعة يتكسر فعشان كده يكون عندنا سفرة نغطيها على طول نفتح العجينة الحين أنا استخدمت الكبيرة الصغيرة بصراحة كان في بعضها مقطع وكده ما 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 مبسط منها الحين أحطهم فوق النايلة واغطيهم بسفرة نايلة أخذ واحدة واحدة وقت الاستخدام والباقي يفضل مغطة بهالطريقة أبدا ما يعني ما ينشف ولا يتكسر أجي بوحدة ورقة أدهنها خفيف ما تغرقها لو غرقتوها حتتقطع خفيف خفيف من فوق الفوق أول شي نبتدي بالجوانب الأربعة لأنه هي بسرعة هذة تنشف الجوانب وتتكسر أول شي الجوانب الأربعة طول ما ناخذ من الخليط البيض والزيت والحليب نقلب وناخذ منه لأنه الزيت يطلع فوق بعدين إذا حطينا الفرشة فوق ناخد بس زيت فالذلك لازم نقلب كل مرة شايفين دهن خفيف لو كثرتو رح تتقطع العجينة ما تنفع الحين نطبقها نصين الشكل اللي أنتو تبقون أنا عملته من زمان مثل سبرينجرول مرة عملته مثل مثل السامبوسة يعني الشكل اللي أنتو تحبون هالمرة عملته مربعات نحط كمية من الحشور حوالي ملعقتين أول شي نطبق من فوق شوية طبعا برضو نجع ندهن الجوانب خفيف خفيف أول شي من فوق شوية كده بعدين يمين بعدين يسار فوق ندهن ندهن خفيف نلف خلصنا ندهن من فوق شوية بالفرشة نخليهم في الصينية لما نخلص من الجميع يا إما تخبزونه بالفرن يا إما أنا خبزته و قلاية أدسون الهوائية يعني قلاية أدسون الهوائية أسرع عشان كده الآن هنشوف كله مع بعض نحطهم هنا بالشواية من تحت القلاية الهوائية لأنها بالهواء بسرعة يسوي ويحمر يعني يدوب أربع دقايق خمس دقايق فتحنا قلبنا على الجهة الثانية ثلاث دقايق وخلص ومحمر ومقرمش وريحنا والله بس أكيد اللي ما عنده فرن عادي الفرن يكون حرارته أعلى من الوسط شوي يحمر من تحت بعدين تطلعونهم تقلبونهم على الجهة الثانية يتحمر في الفرن العادي مثل هذا هذا نفس الشيء الثانية الثانية على الجهة أربع دقايق خمس دقايق نرجع نقلبه خمس دقايق يحمر ويقرمش من جوه وصير طبقاته جنن ما كثرت زيت عشان تعرفون الآن الناس ما يغون زيوت كثير وممكن زبدة زبدة تخلي لونه أحمر أكثر وطعمه ألب طبعا بس أنا هالمرة عملته زيت زيتون طبعا لما نشيله نحطه على ورق نشاف لو في أي نقطة زيت زايدة أو شاي تنزل نكمل الباقين بنفس الطريقة ما تطول أبدا والله بسرعة أربع دقائق خمس دقائق جهة وبعدين الجهة الثانية تكون أسرع دقيقتين ثلاث دقائق اللي هي محمرة الحرارة خليتها على مية وثبانين لو أعلى بسرعة يحمر من بره من جوه مع الطبقات ما تستوي يطلع ذايد في الفام وكرسبي ولذيذ الحشوة مميزة بصراحة لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب بعد تابعوني كل يوم إن شاء الله كل يوم فيه أشياء حلوة طبعا الحشوات اللي أنتو تحبون جبنة لحمة دجاج خضار ثانية بس أنا حبيت أوريكم هذه الحشوة مرة مرة لذيذة بصراحة ممكن تعملونها بأي عجينة ثانية مو بس هذا العجينة